النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ قليل ومع الزميلة عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد المجموعة من التصريحات المهمة جدا اتكلم عن قانون الأحوال الشخصية ولمحاسن الصدف ان احنا النهاردة بنناقش قانون الأحوال الشخصية من خلال عمل درامي وهو فاتن أمل حربي يتصدف ان السيد الرئيس يطرح هذا الأمر اليوم فده يعني حظ احنا محظوظين ان نطرح الموضوع في نفس الوقت الرئيس الجمهورية بيقول ان احنا خلال أيام سنبدأ في اعداد القانون الجديد السيد الرئيس قال نسب الأسر المسجلة لحالات انفصال زادت بشكل كبير في آخر عشرين عاما نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة مشاكل أحوال الشخصية ستؤدي في النهاية للعزوف عن الزواج وتكوين أسرة سنحاسب أمام الله أننا ظالمين كل واحد في حقل قضاء ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وازهر كل شخص معني بشكل أو بآخر عن هذا الأمر أتصور انه حيبقى في رأبتنا ولدنا الموجودين في مدارس النهاردة وبيعانوا من مشاكل اعداد قانون أحوال شخصية متوازن لحقق العدالة للجميع خلال أيام الدولة ده خلال أيام الدولة بتريد تحقيق توازن بخروج قانون أحوال شخصية عادة نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة المشكلات التي تحدث اليوم نتحدث عنها منذ أربعين عاما الدين يضع الضمير هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل ضبط وهذا لا يغيب إجراءات الدولة سنحاسب أمام الله مرة أخرى كخضاء ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وازهر عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية في الدول التانية الرئيس بيقول الشريعة والدين يضعان الضمير عاملا من عوامل الضبط وهذا لا يغيب إجراءات الدولة في ضبط المواقف الرئيس قال أنا قلت هذا الكلام منذ أكثر من ثلاث سنوات إننا نريد عقد الزواج يحل المسألة النهاردة كل القضايا والنقاط التي نتوقف عندها خلال التجربة الخاصة بخلاف الأسر ومحاكم الأحوال الشخصية أنا اهتميت بهذا الموضوع منذ أن كان أخي يعمل فيه أخوك نائب رئيس محكمة النقط مستشار الكبير وكان يحكي لي وهذا يتكرر معقول هناك هناك دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله في الأحوال الشخصية نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة والمشكلات التي تحدث اليوم تحدث منذ أربعين عام كلام مهم جدا قاله سيد الرئيس كلام بيعكس اهتمام الدولة بحل المشاكل وإذا كنا شفنا في مسلسل فاتن أمل حربي زاوية من المشكلات تخص امرأة كان المسلسل عن معاناة المرأة أيضا في القانون الحالي قانون الأحوال الشخصية مشكلات يعاني منها الرجل كثيرة في موضوع الطلاق والرؤية والحضانة والبيت وبتاعه المسلسل مش هيقدر يقدم كل شيء المسلسل يعبر عن وجهة نظر كاتبه هو اختار هذه الزاوية لكن في زاوية كتير هتطرح مع القانون السيد الرئيس أصدر النهاردة تعتبر تعليمات بالبدء فورا من الأخبار الصارة جدا 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 لكل رجال الصناعة في مصر هي توجهات السيد الرئيس اليوم للمجموعة الاقتصادية باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الإجراءات اللي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل كل رجال الصناعة كانوا بيستنوا هذا القرار وكلنا كنا منراهن على السيد الرئيس وقلت لكم السيد الرئيس قال لنا أنه لن توقف استراد منتجات الصناعة اطلاقا ولا مستلزمات الانتاج ولن يقف مصنع واحد الرئيس النهاردة بيصدر قراره بالفعل كما قرر تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من محافظة البنك المركزية ووزير المالية وزيرة التجارة والصناعة وجهات الاختصاص الأخرى للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الانتاج خبر سعيد شكرا سيادة الرئيس شكرا جدا أن حضرتك حسيت بالناس ومعاناتهم وأنك أحييت المصانع لات توقفت خلال الفترة اللي فاتت واللي كان عنده 12 خط بيشتغل بتلاتة والصناعات المتوسطة تعرضت لأزمات طاحنة فشكرا على تدخل حضرتك دعونا نذهب